بنشوف الكلام دوت كمان بقى ايه ده مش بس في البداية مع سفر التكوين لكن كمان بنشوف انه ده مخطط ابليس على مدى العصور انه دايما بيحارب تجربة الاساسية ناخد مثل رب يسوع في المشهور بي انه في جبل التجربة والتجربة اللي مر بيها الرب يسوع كان الشيطان جاي يحاربوا ازاي ان كنت انت ايه ابن الله بيشككوا في هويته نفس الحرب عزيز المشاهد نفس الحرب ابليس عايز انه يحاربك بيها دي التجربة الحقيقية انه يشككك انت المؤمن لما يشوف شهويته ويبقى على ارض صالبة عارف هو مين في المسيح يسوع خلاص يبقى ملتشى للشيطان انجاز التعبير دي دي الحرب الشعناء اللي دايما ابليس ليه بقى ممكن تبدو انها حاجة بسيطة يعني ان انا ابن الله مش ابن الله حاجة سنوية لأ ما نقدرش نقول كده ده ده هو الاساس اللي بيتبنى عليه كل حياتنا الروحية وحنشوف مع بعض النهاردة اشجعك انك تكمل معنا الحلقة عشان الصورة تكمل المعركة لو انت ابن الله ورينا كده انت فعلا هتقدر انك تحول الحجر ده لخبز لو انت ابن الله ارمي نفسك من المكان دوت التجارب المختلفة بتيجي اساسها او ابليس بينجح انه يدخل في ذهن المؤمن او يوقعه في الخطيئة انجاز التعبير النقطة البداية لو انتصر انه شككه في هويته عاوز يسلب الهوية بالضبط